تحياتي المواشر الثلاثيني وماذا نرى من المواشر الثلاثيني بعد كل عز وصعود ومازلنا ننتظر تكملة التصحيح ليه عشان نكمل في الاتجاه الصعيد احنا قلنا في اخر الفيديوهات بتاعتنا ان احنا كنا بنتوقع تصحيح يحصل وحاليا بننتظر التصحيح يحكي للتصحيح الترجع لفين ممكن التصحيح بتاعنا يترجع لحد هذين مستويات اللي هي مستويات ما بين الـ 22800 لحد مستويات الـ 222002 ممكن يترجع لهذه المناطق وممكن لا يترجع ويديني تصحيح بسيط ما قبل تكملة الاتجاه الصعيد لو ريحت على فريم اصغر شوية واروح على فريم الخمس دقايق عشان اشوف اللي هي كده اللي بتحصل وما زال التصحيح بتاعنا اعتقد ان احنا عملنا هبوط خماسي وقضي حدام من هنا فممكن انها ساعد ونعمل كمان صعود ما قبل تكملة الاتجاه واخد نفس طول الموقع طيب انا عندي مناطق دي مناطق دي مهمة اوي خدينا نحط منطقة ونور منطقة دي اعتقد انها منطقة لو تم كسرها واستقرفوا منها بقوة بقريبا هنكملنا في الاتجاه الصعيد ولكن ما زلت ارى ان انا حصل عندي هبوط خماسي وما زال الزخم البيئ اكيد هيكون كبير فمعنى كده ايه معنى كده ان انا ممكن اعمل سعود لحد مستويات الخمسة وعشرين الف وبعد كده اعمل موجة اخرى وما زال مؤشر في مناطق الزيادة في الزخم الشرائي واعتقد ان هو كان محتاج يحصل له تصحير عشان نكمل في الاتجاه الصعيد بتاعنا عندنا كمان مناطق البيئس فور بتاعتنا اللي هي في اخر موجة بتاعتنا اللي هي المناطق دي هي تشكل الدعم احنا ارتدينا منها ممكن نرتدي منها وممكن نطلع عن ايدي اختبار مناطق الخمسة وعشرين تاني وننزل نعمل قاع جديد وده انا الاقرب للمدة ممكن يسعى المستويات الحالية لسه المؤشر لن يقول اي شيء من اسواره وما زلنا نبحث عن تصحيح اكبر قبل تكملة الاتجاه الصعيد ليه لان احنا اللي احنا في دلوقتي احنا قلنا ان احنا في الموجة الثالثة بتاعتنا اللي ارشكت على النهاية في منطقة البساطة وانت اللي انا عايز على السيناريو هلا اسو الشك عملت بيك وان بيك تو كل ده كان بيك سري ما زلت ابحث عن بيك فور عشان اطلع اخد كومة جديدة واعتقد ان المؤشر زي ما قلنا في اخر الفيديوهات قد يذهب الى مستويات ما بين الوصف او شخص او ٨٩٩ ٢٩٠٩ ومازال للمؤشر لغديفه لكين يبيني تصحيح لكل الضارة السعرية بتاعته اللي بدأتي كمان لما احنا بصينا على السيناريو بتاعنا احنا قلنا المؤشر ده الموجة الثالثة ممكن تصحح لحد مستويات الثمانية وثلاثين فيبو طيب مستويات الثلاثين فيبو فيين عند المنطقة اللي احنا بحدد هنا لعند مستويات اثنين وعشرين الف وثلتمين خلينا نشوف بعجنة نسبة الاحداث وما زال الزخم الشرائي حتي على ما دي بيقل وما زلنا فوق دعم قوي جدا من مستوى الثلاثة الثلاثة وعشرين فيبو اللي ممكن يبتد منها عادي جدا يعني مش شرط ينزل يعني الساعة مش مش شرط ينزل ممكن يكمل ممكن يعمل فلاج او يعمل تصحيح عرضي من عند مستوى الثلاثة وعشرين فيبو ويستمر لكن انا شايف انه هو لن يصحح بشكل كافي ولا يصحح بشكل جيد واتوقع منه لسه شوية هبوط مقابلة تكملت الاتجاه الصعيد وبالتوفيق